ازايكم عاملين ايه? انا اشعر في يوسي لعب خفة النهاردة هشرح لكم تلات خدع سحية سهلة جدا اي حد يقدر يعملها وهتجننوا بيها اي حد اول خدعة معانا هتكون ازاي تحول مية لقهوة بالشكل اللي قدامكم ده انا معاكا سين هنا كاس في مية وكاس فاضي ما فيوش اي حاجة بص اول ما هنفخ في المية هعمل كده هلاقي المية وهي بتنزل في الكاس بصوا بتتحول لقهوة بالشكل ده وتاني خدع معانا هتكون بالاستيك ده الخدع سهلة جدا ومش محتاجة تمرين نهائي اي حد يقدر يعملها هتبقى بالشكل ده في استيك في سبعين دول شايفينه الاستيك في السبع ده ما ينفعش يطلع من هنا ولا من هنا ولا من اي حتة لكن بصوا ممكن الاستيك هو في السبعين دول اول ما اعمل كده ينط في السبعين اهو في السبعين دول بص هعمل كده هلاقي نط في السبعين دول وتالت خدع معانا هي المفاجأة. ازاي تطلع دخان من ايديك اول ما تدعاكم في بعض كده. هتطلع دخان من ايدك وايدك ما فيهاش اي حاجة. الخدعة دي حرفيا هتجنن اي حد قدامك. اول ما هبدعك كده بصوا الدخان اللي طلع. بصوا الدخان اللي طلعت دي ايه? عشان تعمل الخدعة دي كل اللي انت محتاجه كاسين زي دول. كاس يبقى فيه شوية بن من تحت كده بالطريقة دي. وكاس مية عادي جدا فاضي. هيكزوا بص انا حطت شوية بن صغيرين قوي. مش عايف بينين من الزاوية دي. انما من الزاوية دي مش بينين اول ما انا حط سباع ايدي كده. البن اللي حطيته اختفع. فالكاس باين ان هو فاضي. انا بمسكه بالزاوية دي ومعايا كاس في مية في ايدي التانية. فبقول للشخص اللي قدامك. انا معاك هسين هنا. كاس في مية وكاس فاضي ما فيوش اي حاجة. بص اول ما هنفخ في المية. هعمل كده هلاقي المية. وهي بتنزل في الكاس بصوا بتتحول لقهوة بالشكل ده. الخدعة دي بقى هتجنن اي حد. تين الخدعة معانا هي بالاستك. الخدعة لها محلتين هعلمها لكم محلة محلة. الخدعة دي سهلة جدا واي حد يقدر يعملها. في استك في سباعين دول. شايفينه? الاستك في السباع ده. ما ينفعش يطلع من هنا ولا من هنا ولا من اي حتة. لكن بصوا ممكن استك وهو في السباعين دول اول ما اعمل كده. ينط في السباعين. اهو في السباعين دول بصوا هعمل كده. هلاقي نط في السباعين دول. الخدعة دي بتحصل ازاي? هي شرحوها بسيط قوي. الفكرة انه وانا بوايل الناس بقولهم بصوا الاستك ما ينفعش يتشد له من هنا ولا من هنا ولا من هنا انا بفتح الاستك كده وبدخل الاربع صابع جوه وبسايب الاستك كده. بالشكل ده قدامكم. فمن ناحية دي بيبقى كده. من ناحية دي بيبقى كده. اول ما بفتح ايدي بلاقيه الاستك نط الواحده كده. هو دي بالتصوير البطيء. الاستك بينط كده ويخش في السباعين دول. بس الخدعة دي بتعملها بالشكل ده. هي اللي احو مراحلتين. دي اول مراحلة. ان انت بتقول الشخص قدامك بص الاستك معي هو. ممكن الاستك ينط في السباعين دول. هو هيستغر. بعدك انت هتقوله الاستك ممكن بيعدي من فوق كده صح? هيقولك اه ممكن. هتقوله طب احنا هنحل المشكلة دي. هتقوم جاب استك تاني. ولويه كده ولويه كده ولويه كده فيبقى قافل حرفيا على ايدك بالشكل ده. كده الاستك هتقوله استحالي يا عارف يعدي. هيقولك اه. هتعمل نفس الحركة. هتقوله مش هيعدي من هنا ولا من هنا. وفي ثانية هتسايب ايدك كده وتفتح هتلاقيه عد برضو. لان الحقيقة هو بيعدي من فوق كده اصلا هو. مالوش علاقة دي مسدودة او مش مسدودة. بس طبعا انت بتعملها كل ما بتعملها اسرع كل ما بين وقعية اكتر. يعني انت بتقوله انا قفلت على الصابع هنا. بص الاستك مش هنفع يعدي. شفت انا عملتها بسرعة ازاي? مش هنفع يعدي لمن هنا ولا من هنا انت بالتمرين هتلاقي ايدك اصرع. هتعمل كده هتلاقيه عد عادي جدا. اهو. وممكن بقى تقوله طب انا ممكن اجيب لك استك تاني وتلفه على صابعك برضو بالشكل ده. وتعمل نفس الحركة اهو. استك عادي جدا هتعمل كده هتلاقيه نط. الخدعة سهلة جدا جربوها وكتبوه ليه في الكومنتات. الخدعة دي بقى بتتعمل ازاي? الطريقة بتاعتها سهلة جدا واي حد يقدر يعملها. عارفين علبة الكابريت بيبقى فيها شطاطة كده او برودة على الجنب اللي انت بتولع فيه الكابريت. عشان يولع. بتتعج فيه كابريت كده عشان يولع. انت كل انتو بتعملوه ان انتو بتقطعوا البرود اللي في علبة الكابريت. فبيبقى معاكم بالشكل ده. في علب بيبقى لوه البرود بتاعها منقط كده. وفي علب بيبقى كله بني بالشكل ده. بتقطعوه من علبة الكابريت بيبقى معاكو بالشكل ده بالزبط. كل انتو بتعملو اي بقى? بتجيبوا اي طبق حديد وبتحطوا البرود ده عليه بالشكل ده بتحطوه عليه كده من فوق. وبتجيبوا معاكو اي ولاعة انا معايا ولاعة بابجي هنا. تمام? وبتعملو ايه? بتولعوا في البرود. بس حاجة اقولها لكم قبل ما تولعوا فيه. هيطلع منه دخان يعني قوى حد يحاول يشمه. خلي بعيدة عنك شوية عشان الدخان ده مضار جدا ان اي حد يشموا يعني. كل اللي هتعملوه هتبعده عنك شوية وهتولع فيه بالشكل ده. طبعا جيبوا طبق حديد ما تولحوش على حاجة وايق عشان هيولع في الحاجة الوايق. بص الدخان اللي طلع. الدخان بيبقى طالع بالشكل ده. هنولعو كويس. هنستنى اول ما يولع كله. اهو ايكزوا هتلاقي بيولع بيطلع دخان كده. حاس انه بقيت ساحرة دلوقتي. منا ساعة هارفها. تمام بصوا هيتفحم معاكم بالشكل ده. انتو هتزقوا الورقة بتاعت البرود دي احنا مش عايزينها تاني. تمام انت هتزقوها. انا هعميها دلوقتي على جانب. بص هيطلع معاكم حاجة شبه سائل كده. سائل بني كده غامق قوي. كل اللي احنا هنعمله ايه بقى? هننفخ. في شوية كده نتأكد ان هو برد وهنعمل ايه? هنحط صبعنا عليه كده. هندعك صبعنا فيه. بص هو اصلا بيطلع دخان. هندعك صبعنا فيه الصبع ده والصبع ده. تمام? احنا ادعكنا صبع يدينا فيه كده. بص يا جماعة انا حطيت شوية عالصبع ده وشوية عالصبع ده وشوية عالصبع ده. انا ايه دي اصلا بيطلع دخان بس هي مش باينة او في الكاميرا. بصوا بقى اول ما انا اركزوا على صحابي. اول ما هعمل كده بضعب بصوا هيكزوا كويس قوي في دخن بيطلع شايفينه بصوا ما فيش اي حاجة في كم يا جماعة في دخن بيطلع من ايه دي هيكزوا كده بصوا الدخن وطبعا كل ما انتم تاخدوا شوية من السئل ده اكتر في صوابعكم يعني انا ممكن احطه في التلات صوابع كده بصوا انا باخده بالطريقة دي والسئل بيبقى يعني ولونه بوني فانت هتحاول انه ما تبقينش الناس او تدعاكو تاخد شوية صغيرين لو شخص قدامك انا باخد شوية كتير قوي يعني وانت الطبيعي انك بتاخد حتة صغيرة قوي انا باخد بس شوية كتير قوي عشان تعرفوا تشوفو في الكمان بصوا اول ما بادعك كده بصوا الدخل لطلع بصوا الدخل لطلع عد ايه اه وبصوا بس اهم حاجة تبقوا عارفينها يا جماعة اهم حاجة تبقوا عارفينها اوعى حد ينسى ويحط ايده في بقه او يحاول يكل حاجة بعدين بعد كده ايدك دي لازم تتغسل كويس جدا هو اصلا هيحته بتبقى وحشة قوية يعني هيحته شبه الامونيا ما عافش انتوا عارفين هيحت الامونيا ولا بس هيحته شبه الامونيا فانتوا اهم حاجة تخسلوا ايدكو كويس جدا بعد ما تخلصوا وباليش تحطوا كتير قوي على صوابعكو عشان ممكن صوابعكو تتحرق ان هو الفكرة ان هو ده بيعمل البرود بيقول على ايدكو حرفيا فما تحاولوش تحطوا كتير عشان صوابعكو ما تتحرقش واول ما تعملوا الخدعة اخسلوا ايدكو على طول ولو عايزين تتعلموا خدع اكتر من كده شوف الفيديو ريتي الجديدة هعلمكم خدع هتجننوا بيها اي حد وسهلة جدا وتستيوش تعملوا وتكتبوا في الفيديو نبدأ اول حاجة بالحركة اللي انا قلت لكم عليها عشان الحركة دي لازم اي حد بيتعلم يبقى بيعرف يعملها هعلمها لكم الاول بنص كوتشينا يعني انا مش واخد كوتشينا كلها عشان تبقى سهلة لكم